اشاد مع السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بمضامين الكلمة السامية التي تفضل بها جلالة الملك المفدى بناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالته مؤكدا ان وحدة شعب البحرين وتماسكهم هي عهدهم منذ القدم وهي كانت ولا زالت الدرع الحامي لأي تدخل ولأي اطماع خارجية وكذا رئيس مجلس النواب ان البحرين هي رئيدة الاصلاح والتطور بقيادة جلالته وتوجيهات الحكومة الموقرة وانما جاء في كلمة جلالته من مضامين السامية يشكل النهج الصحيح والدائم الذي تتبعه البحرين في مسيرة التطوير والتنمية واستمرارية النهضة الشاملة كما نوه الملا بدور مجلس النواب كسلطة تشريعية ومؤسسة دستورية ومبثلا للشعب في دعم توجهات القيادة لما فيه خير البلاد معربا رئيس مجلس النواب عن فخر واعتزاز البحرين بجميع الكفاءات الوطنية وان تكريم جلالته اليوم لعدد من رجالاتها ونسائها لهو نهج القيادة الكريمة في تقدير عطاءات أبنائها ومساعيهم لرفعة الوطن مسجلا عظيم تقديري لتضحيات شهداء الواجب الوطنية الذين سطروا التاريخ بشجاعتهم وفدائهم للوطن ومشيرا أن تخصص يوم الشهيد هو رد للجميل والعرفان والوفاء لتبقى تضحياتهم حية مدى الزمان